السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المقطع بنتكلم عن خمس أمور يمكن أنك تجهلها عن Overwatch لكن قبل ما نتكلم عن الخمس أمور هذه خنعطيكم معلومة على العام معسري عن Overwatch ممكن أنها تفيدك في عام 2007 بلزرد بدأت بمشروع سمته تايتن والمشروع هذا أنلغي في عام 2013 فكرة المشروع هذا عن عالمي حكمها ثلاث قوة وضعها قريب جدا من مضع لعبة Warcraft MMORPG الشركة خافت أن اللعبة ما تنجح فألغي هذا المشروع بعد سبع سنوات من العمل وبعدها بدأوا بمشروع جديد سماه Overwatch لكن الشركة حبت تستفيد من بعض الشخصيات اللي كانت موجودة في المشروع الملغاي تايتن وأضافته إلى Overwatch مثلا اللي ظهر قدامكم هي شخصية الريبر بعد تعديل وتحسينات تغير الشكل وانضاف إلى Overwatch الشخصية الثانية هي Assassin هو عبارة عن اتحاد بين شخصيتين هانزو وقنجي الشخصيتين انتصرت وانضافت إلى Overwatch الصور الثالثة عبارة عن أربع شخصيات اللي على اليسار ريبر اللي على اليمين تريسر واللي في النص سولجر واللي وراهم إما راين هارت أو وونستن باختصار Overwatch مرت على العديد من التغييرات في الشكل والشخصيات مشاريع اللغيات ومشاريع انضافت إلى ان وصلت إلى الشكل الحالي في المركز الأول خاصية الريكول أو الريوان لشخصية تريسر هي بالأصل عبارة عن أغنية يمتعك الصوت الريوان يعطيك هذا الصوت ويوم تقلل سرعة الصوت إلى النص يعطيك هذا الشكل ويوم تقلل سرعة الصوت أكثر إلى الربع يعطيك على النحو التالي ويوم تقلل سرعة الصوت أكثر يعطيك هذا الصوت وهالشي دليل واضح أنه خاصية الريكول لشخصية تريسر أو الريوان عبارة عن أغنية لكن الأغلب يتوقع أن هذه الأغنية أحد أغنيات لوسيو الغير منتشرة والغير يعني نازلة حاليا وفي المركز الثاني بعض الصوتيات في أوفرووتش مأخوذ من أفلام مسلسلات مواقف رياضية مسرحيات إلى آخر لكن هناك صوت مميز عن شخصية هانز والصوت هذا مأخوذ من الشخصية الأساسية في بوكيمون هو شخصية آش في المركز الثالث في السامر سيزن الماضي نزلت اسكنات جديدة للشخصيات بينهم سكن خاص بشخصية سولجر في عبوة الهيلينغ الخاص بشخصية سولجر من الخلف يبين لك رقم طويل الرقم هذا عبارة عن خدمات الطوارئ مأخوذة من فيلم اسمه آيتي كراود الفيلم هذا طبعا كان يتمصخرون على خدمات الطوارئ الموجود حاليا في أمريكا أنه كل يوم الثاني يغيرون الرقم الطوارئ حاليا واحد واحد تسعة في الماضي ثلاث تسعات وكان في ثمانيتين واحد فحطوا الرقم الطويل هذا بالكامل عشان أنهم يتمصخرون على خدمات الطوارئ في أمريكا واللي انضافت على عبوة الهيلينغ لشخصية سولجر في المركز الرابع بليزرد معها ألعاب كثيرة غير أوفورواتش وأضافتها في أوفورواتش على شكل ألعاب أركيد صور إلى آخره وأهم ثلاث مجسمات المجسم الأول لديمن لورد لمدينة تيرا والذي ظهر في تريلر هيرو في ستورم المجسم الثاني لجيمي راينور من ستار كرافت المجسم الثالث الضخم الكبير للميرلوك انطلقت عليه يعطيك صوتهم المميز وفي المركز الخامس والأخير خريطة روتس سكسي سكس الخاص لشخصية ميكري كل الساعات في هذه الخريطة المثبتة على الهاي نون الساعة 12 وسط الظهيرة عشان ألت مكري وصلنا لنهاية المقطع أتمنى هذا المقطع ينال لأعجابكم وأشكركم على تفاعلكم الخرافي آخر ثلاث أسابيع صراحة أن تفاعلكم يعني ما علي أي كلام صراحة أن يبرد القلب وأشكركم على التفاعل هذه نحصلكم على مقاطع ثانية إن شاء الله السلام عليكم